ثمت محاكم متنوعة يلجأ إليه العراقيون بحثا عن عدالة في الحقوق لكن باب المحكمة الاتحادية ما زال موصدا أمام تشريع قانونها الجديد تأخر إقرار القانون يؤخر تقدم الانتاج التشريعي في البلاد التي بات شعبها مختنقا من تلقع الإنجاز وقد طفح الكيل الاحتقان شعبي يرى أن العراق بات ضحية تناحر كتل سياسية وأهواء وأمزجة يذهب بعضها إلى اعتبار أن الجدل على القانون حول قضيتين أساسيتين الأولى التصويت داخل المحكمة والثانية تتمثل بعدد قضاة المحكمة أغلب القيوة السياسية متفقة فيما يخص فقهاء الشريعة ودورهم وأن هناك اتفاق للتصويت على فقهاء الشريعة داخل البرلمان كما هو حال المناصب العليا داخل الدولة يعتقد هؤلاء المدونون أن وجود الفقهاء هو ضمان للهوية والدين والثقافة والمجتمع الذين يعتقدون أنهم في خطر على مواقع التواصل جابها نشطون مؤيدون لإقرار قانون المحكمة الاتحادية بصيغاته الحالية واسم قانون المحكمة الاتحادية باطل بوسم معارض هو قانون المحكمة الاتحادية عادل تضارب في وجهات النظر يجمد المضي قدما في إقرار القانون للمحكمة الاتحادية أعلى هيئة قضائية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية ومنذ تأسيسها عام 2005 وقد عالجت أكبر عدد من القضايا فإن التأخر الذي يصنعه الساس اليوم يدق جرس إنذار النفور من البرلمان وتعميق فجوة الثقة في قتل الإنجازات للشرع العراقي في الواقع السياسي والقضائي وتشرعي على حد سواء هذا الشعق سيبقى شكرا